شارك سعادة السيد أيمن بن توفيق المؤيد وزير شؤون الشباب والرياضة والشيخ محمد بن دعيجة الخليفة رئيس اللجنة البرولومبية البحرينية مجموعة من الشباب البحريني في برنامج الإبحار الذي تنظمه وزارة شؤون الشباب والرياضة بتعاون مع نادي الشراع وبدأ البرنامج بيورشة تدريبية لتعليم المشاركين أساسيات ومبادئ الإبحار وطبيعة مهام عمل الفريق في الرحلات البحرية هذا وشارك سعادة السيد أيمن بن توفيق المؤيد المشاركين ببعض التوجيهات العامة حول الإبحار وانعكاسات هذه الرياضة على المهارات القيادية والحياة العملية تم تنظيم هذا البرنامج الرياضي وثقا للإجراءات الاحترازية وتم قبول الحاصلين على التطعيم ضمن برنامج الإبحار ترجمة نانسي قنقر